ينضم ولينا من سان باتريت بيرك الدكتور سمير أيوب خبير الشؤون الروسية أهلا بك دكتور سمير وأبدأ معك بهذا السؤال هل ستكون أوروبا ودول حلف الناتو وحلفائه أكثر أمنا في حال وقوع صدام مع الاتحاد الفيدرالي الروسي؟ أهلا وسهلا بكم صباح الخير أستاذ محمد تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام غير صحيح بأن توسل حلف الناتو وضمه بدول جديدة يمكن أن يعطي الأمان والسلام لهذه الدول وإنما عكس ذلك تماما يعني عندما كانت السويد وفنلندا دول محايدة نعمت بالسلام والأمان وبعلاقات ممتازة مع الاتحاد السوفيتي سابقا واليوم مع روسيا لكن عندما ضمت هذه الدول إلى حلف الناتو بطبيعة الحال أصبحت هدفا مباشرا لأي توتر يمكن أن يقع بين روسيا وحلف الناتو هذه الدول القريبة من الحدود الروسية يمكن أن تكون هي الضحية الأولى لأي صراع مباشر مع هذه الدول أما أنه أن نقول أن توسع يعني زيادة الدول في حلف الناتو يمكن أن يعطيها الأمان والسلام هذا أيضا غير واقبي يعني حلف الناتو اليوم أصبح حلفا عدوانيا فكيف بحلف عدواني ويواصل سياسة التصعيد ضد روسيا يمكن أن نقول بأنه دوله أصبحت أكثر أمانا العدوانية وسياسة التوسع وسياسة الضغط ومحاولة احتواء روسيا لا تؤدي إلى ماشر الأمان والسلام وإنما تؤدي إلى التصعيد وتهدد بإشعال حرب عالمية إن لم نقل حرب يمكن أن تؤدي إلى إبادة كل هذه الدول بهذا السبب اليوم حلف الناتو بتقديره بدعمه لأوكرانيا وتحريضه دول أخرى ضد روسيا هو يحاول التصعيد أكثر بكثير مما يحاول الإيحاء للعديد من دول العالم أو حتى لشعوبه بأن الهدف من ذلك هو الأمان والاستقرار لهذه الدول اليوم عندما تقدم المساعدات والأسلحة المتطورة إلى النظام كيف هذا يؤدي إلى تصعيد الصراع والصراع يمكن أن ينتشر إلى دول أخرى يعني ببيان حرف الناتو كما ذكر سفير الروسي في واشنطن أنطونوف بأنه لم نسمع كلمة واحدة عن السلام ولا حتى عن المفاوضات وإنما الحديث عن مواصلة باع إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا ومواصلة هذا التصعيد وحتى استخدام أسلحة دمار شامل في المستقبل هذا بكل ما يحصل اليوم يهدد بتصعيد الصراع ويهدد بنشره إلى دول أخرى وربما أشار أيضا بعض المحللين أنه في استكمال بيان السفير الروسي في واشنطن أنه لم يجد كلمة عن السلام قال أن هناك إشارة أيضا إلى التصريح الأمريكي الذي صدر بالاشتراك مع ألمانيا عن نشر صواريخ الاس أم سيكس وصواريخ الهايبرسونيك الفرد صوتية وكذلك صواريخ التومهوك على الأراضي الألمانية قالوا أن هذا بشكل مباشر أو حتى غير مباشر هو إشارة لروسيا يعني أتتفق مع هذا الأمر بأن الأمر ليس له علاقة بالشأن الروسي إطلاقا يعني بالتأكيد نشر أي أسلحة داخل الدول الأوروبية يمكن خارجة عن أي اتفاق مع روسيا هذا من شأنه أن يكون تهديد ويكون تصعيد وهذا التصعيد دائما هو ضد روسيا يعني في السابق كانت هناك حجاج لدى حرف الناتو بأنه أرسل أسلحة متوسطة المدى وبعيدة المدى وأنظمة دفاع جوي كان يبرر ذلك بأن هذه الأسلحة ضد كوريا الشمالية أو ضد إيران وتبين بعد ذلك أن كل ذلك كان تهيئة لحرف ضد روسيا عبر نظام أوكرانيا